المارد وسكان القرية اثنان تجمع الناس في ألم وحزن وهم لا يدرون ما يفعلونه وقال أحدهم لم يكن ينقصنا غير مجيء هذا المارد الشرير فيضاعف مصيبتنا وقال آخر لننفذ أوامر المارد الجبار فلعله يصد عنا الفيلة إذا ما رجع للهجوم على قريتنا وذات صباح عندما خرج الناس من بيوتهم الآمنة أقبل الفيل من جديد فجر السكان هاربين وهم يدعون المارد الجبارة لحمايتهم لكنه لم يتحرك من مكانه ليذود عنهم بعد انصراف الفيل تجمع الناس حزانة ليتشاوروا فيما يفعلونه وقف أحد الشيوخ وقال وقله وقار وثقة في النفس إنني على استعداد لتخليصكم من أذى المارد الجبار شرط أن تأتوني أولا بذيل الفيل الرهيب فسأله الأهالي في دهشة وكيف نصيد هذا الفيل المخيف ونأتيك بذيله؟ أجاب الشيخ قائلاً هذه مشكلتكم فحلوها بأنفسكم عاد الشيخ إلى منزله وبقي السكان يتشاورون إلى أن اهتدوا إلى طريقة تخلصهم من الفيل عد الأهالي حفرة عميقة وغطوها بالأغصان والأعشاب ثم كمن في بيوتهم إلا شاباً بقي متحفزاً وبعد فترة ظهر الفيل وقد بدت عليه علامات الغزب فتقدم هائجاً متهوراً ووثب على الشاب الذي توصل بذكائه ورشاقته إلى الإيقاع به في الحفرة ثم رماه بحربة فقتله فرح سكان القرية لخلاصهم من ذلك الفيل وجزوا ذيله وحملوه إلى شيخهم الوقور وقالوا له ها هو ذيل الفيل وقد نفذنا شرطك عليك الآن أن ترشدنا إلى طريقة نتخلص بها من المارد الجبار قال الشيخ لن يخلصكم منه أحد غيركم فما دمتم قد نزعتم الخوف من قلوبكم وقتلتم الفيل يمكنكم أن تفعلوا الشيء نفسه بالمارد الجبار هذ الأهالي رؤوسهم قائلين أنت على حق سوف نتخلص من المارد الجبار أيضاً لأننا لم نعض نخشاه رابعاً أعوذ ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه لعل المارد يصد عن الفيل جز أهل القرية ذيل الفيل الإجابة لعل المارد يبعد عن الفيل قطع أهل القرية ذيل الفيل أعمق فهمي خامساً من يمثل البطل من الشخصيات الآتية المارد الشرير السكان الشاب الفيل الشيخ الإجابة من يمثل البطل من الشخصيات المذكورة هو الشاب سادساً استخرج مما يأتي ما يتعلق بالشاب الاستعداد للإيقاع بالفيل التشاور رمي الفيل بحربة جز ذيل الفيل تغطية الحفرة بالأغصان والأعشاب قطل الفيل الإجابة ما يتعلق بالشاب الاستعداد للإيقاع بالفيل رمي الفيل بحربة قطل الفيل سابعاً وزع الأوصاف الآتية على ما يناسبها من الشخصيات شرير رهيب قوي حكيم جبار وافق من النفس غير وافقين في أنفسهم وقور الإجابة شرير وجبار المارد الجبار رهيب رهيب الفيل قوي الشاب حكيم وافق من النفس ووقور الشيخ غير وافقين في أنفسهم السكان ثامناً ثامناً أذكر الشخصية المناسبة لكل قول من الأقوال الآتية إنني على استعداد لتخليصكم من أذى المارد الجبار لننفذ أوامر المارد الجبار فلعله يصد عن الفيل لن يخلصكم منه أحد غيركم أنت على حق سوف نتخلص من المارد الجبار كيف نصيد هذا الفيل المخيف ونأتيك بذيله؟ الإجابة إنني على استعداد لتخليصكم من أذى المارد الجبار الشيخ لننفذ أوامر المارد الجبار فلعله يصد عن الفيل أحد الأهلي لن يخلصكم منه أحد غيركم الشيخ أنت على حق سوف نتخلص من المارد الجبار الأهلي كيف نصيد هذا الفيل المخيف ونأتيك بذيله؟ الأهلي تاسعاً كيف كانت حالة السكان في بداية النص وكيف صارت في نهايته؟ أذكر سبب هذا التحول الإجابة كان السكان في بداية النص يشكون نوعاً من الألم والحزن والخوف حيال ما هم فيه وفي نهايته أصبحوا يتحلون بالشجاعة وسبب هذا التحول هو تحفيز الشيخ لهم كي يأتوا له بذيل الفيل مقابل تخليصهم من أذى المارد الجبار أبدي رأيي عاشراً حسب رأيك هل باستطاعة الشجاعة وحدها أن تحل المشكلة؟ علّل إجابتك الإجابة نعم بالشجاعة والتعاون والتشاور فيما بيننا نستطيع حل أي المشاكل التي تعترضنا مهما اشتدت إحدى عشر استطاع الشيخ بفضل حكمته أن يغير حال أهل القرية ما رأيك في الطريقة التي توخاها؟ الإجابة الطريقة التي توخاها الشيخ رائعة وفيها من الحكمة ما يؤخذ أفتح نافذة وأغني ملف التعلم أجمع حكماً تدعو إلى الاعتماد على النفس وعدم الاستسلام للأمر الواقع